من جانبه قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن البشرية لم تعرف عبر تاريخها ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنساناً أمبل ولا أكرم ولا أعز على الله ولا أرحم بالخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أضف وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفالية الوزارة بالمولد النبوي الشريف أن الحب الحقيقي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتطلب حسن الاقتضاء به أن حب رسولنا صلى الله عليه وسلم جزء لا يتجزأ من إيماننا به وهو شرط صحة لا شرط كمال كما نؤمن بأن الحب الحقيقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلب ويقتضي حسن الاقتداء به عليه الصلاة والسلام وحسن التخلق بأخلاقه صدقاً ورحمةً وعفةً ووفاءً وأدباً مع الله ومع الخلق ترجمة نانسي قنقر